هناك مصطلح في التاريخ السياسي اسمه البلقانة بولكنيزيشن المصطلح ده ظهر للمرة الأولى في نهاية الحرب العالمية الأولى علشان يوصف التجزء الإثني والسياسي لمنطقة شبه جزيرة البلقان نتيجة لانحلال الدولة العثمانية ثم عاد المصطلح للاستخدام والظهور مرة أخرى في الحديث عن منطقة البلقان وده كان في وقت الحروب اليوغزلفية في تسعينيات القرن الماضي والتي تسمت بعنف وصل إلى حد التطهير العرقي ومن وقتها وأصبح هذا المصطلح يطلق للتعبير عن انقسام دولة ما فيها إثنيات مختلفة وسقوطها في الحرب الأهلية وفي جحيم التطهير العرقي بشكل يشابه ما حدث في منطقة البلقان من يوم الأول من يناير عشرين واربعة وعشرين بدأ هذا المصطلح يدخل دائرة التداول تحت عنوان بلقانة القرن الأفريقي وده بيتم لوصف ما تم الإعلان عنه من توقيع إثيوبيا لمذكرة التفاهم للاستحواذ على حصة غير محددة من ميناء بربرة هذا الميناء الوقع في أراضي الصومال غير المعترف بها دولياً اللي هي المنطقة المسمى بسوماليلاند واللي بتعتبر في الأساس هي المحافظة الشمالية لدولة الصومال هذا الاتفاق المرفوض إقليمياً والمرفوض دولياً جاء بعد أقل من ثلاثة أشهر على خطاب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والذي هدد فيه جيران إثيوبيا في القرن الأفريقي وقال في الخطاب بالنص أن وجود إثيوبيا كأمة مرتبط بالوصول إلى ميناء على البحر الأحمر وإذا كنا دول القرن الأفريقي نعتزم العيش معاً في سلام يعني وإلا فعلينا أن نجد طريقة للتشارك المتبادل مع بعضنا البعض بطريقة متوازنة رضمان ووصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر وذكر تحديداً ثلاث دول جيبوتي وإريتريا والصومال يعني مفهوم الكلام معناه مفيش سلام في القرن الأفريقي لكلام إثيوبيا مفيش سلام في القرن الأفريقي غير لما تتصرفوا وتسهلوا حصولنا على ميناء على البحر الأحمر وطبعاً حضراتكم عارفين أنه إثيوبيا دولة حبيسة ما عندهاش منفذ على البحر من أي اتجاه وده من وقت استقلال إريتريا سنة 1993 وقدرت بعد كده إثيوبيا تستفيد من منفذ على ميناء عصب الإريتري ولكنها خسرته في النزاع الشهير بين البلدين واللي جرت أحداثه ما بين عامي 1998 و2000 وهي دلوقتي بتعتمد في تجارتها الخارجية على جيبوتي 95% من صدرات إثيوبيا ووارداتها تمر عبر ميناء جيبوتي وده بيكلفها سنوياً حوالي 2 مليار دولار رسوم مرور عبر دولة جيبوتي دي ميزانية ضخمة طبعاً خصوصاً بالنسبة لإثيوبيا وخصوصاً لو عرفنا أنه حجم ميزانية إثيوبيا كلها حوالي 14 مليار دولار طيب إيه هي أرض الصومال أو صوماليلاند؟ أرض الصومال موجودة في القرن الأفريقي على خليج عدن بالتحديد في شمال الصومال الجزء المستعرض منها لأنها زي ما قلنا هي المحافظة الشمالية للصومال حدودها من الغرب هي إثيوبيا ومن الشمال الغربي جيبوتي ومن الشمال خليج عدن والصوماليلاند كانت محمية بريطانية وأعلنت استقلالها من طرف واحد سنة 1991 مباشرة بعد سقوط نظام محمد سياد بري في موجديشيو ومن وقتها وهناك نزاع قائم بين الصومال والصوماليلاند لحد أسبوعين فاته كان فيه جهود وساطة بقيارة جيبوتي لاستقناف المحارثات بين الصومال وصوماليلاند لحسن من نزاع بينهما والتوصل مرة أخرى إلى صورة الصومال الموحد إيه بقى شكل الاتفاق اللي تم بين إثيوبيا وبين صوماليلاند؟ بشكل مختصر هو اتفاق مبدائي يسمح لإثيوبيا بإقامة قاعدة بحرية تجارية إثيوبية بالقرب من ميناء بربرة على مساحة 20 كم مربع لمدة 50 سنة والمقابل هو اعتراف الحكومة الإثيوبية بأرض الصومال أو بصوماليلاند كدولة مستقلة كده انشق الصومال ومقابل أنه أرض الصومال تحصل على حصة حوالي 20% من الخطوط الجوية الإثيوبية اللي هي أكبر ناقل جوي في القارة الأفريقية ويعتبر فخر إثيوبيا واحد من أهم مشاريعها على الإطلاق 20% للصوماليلاند أنا كده حطيت قدام حضرتكم كل المعطيات علشان تبقوا معي في الصورة ودلوقتي هشرح تداعيات هذا الاتفاق على القرن الأفريقي والمخاوف من البلقانة وتقسيم دول المنطقة إلى دويلات متنازعة وتشجيع بعض القوميات والحركات الانفصالية لمحاكاة نموذج أرض الصومال ما كلهم هيعملوا كده ده غير تفجير خلافات قديمة مع الأطراف الإقليمية وخلافات جديدة مع القوى الدولية اللي ليها مصارح في منطقة البحر الأحمر خصوصا أنه موقع أرض الصومال استراتيجي جدا مطل على خليج عدن وقريب جدا من مضيق بمن مندب اللي بيشكل رقم مهم جدا وصعب جدا وحساس جدا في التجارة الدولية هنتكلم من الناحية الإقليمية بداية موجديشيو كان ردها حاسم على هذا الاتفاق الصومال قال أنه اللي تم مما بين إثيوبيا وصومالي لاند عام العدواني وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية الصومالية باستيلاء إثيوبيا على جزء من أراضي الصومال وميناء مطل على البحر موجديشيو أكرت تمسكها بأراضيها ودعت إلى حشد الشعب الصومالي للدفاع عن وحدة البلاد والسيادة الوطنية وبالتالي هذا الموقف سيجعل العلاقات بين موجديشيو وأديس أبابا تدخل مرحلة جديدة من التوتر والاضطراب بعد سنوات من الاستقرار خلال فترتها رئيس السابق فرماجو ومنذ تولي الرئيس حسن شيخ محمود السلطة في البلاد واللي اتهم أديس أبابا بالتورط في تعزيز الأفكار المتطرفة مثلما كان يتدخل ميل الزناوي رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق عسكريا في الصومال وده اللي أنتج حركة الشباب المجاهدين دي إشارة إلى تورط إثيوبيا في زعزعة استقرار الصومال منذ سنوات بما ينذر بتصعيد صومالي وربما يتطور هذا التصعيد إلى قطيع مع الحكومة الإثيوبية خلال الفترة المقبلة وأصدرت الصومال بيان دعت فيه الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد والشركاء الدوليين كلهم إلى ابتماع طارق في شأن ما سماه الصومال بالتدخل السافر الذي تقوم به إثيوبيا ضده بل إنه يمكن ده بيحصل لأول مرة يبقى فيه توافق بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وحركة الشباب المجاهدين اللي تبنت نفس الموقف الحكومي المتشدد برفض الاتفاق واعتبرته بمثابة عملية نهب وسرقة لثروات الصومال وإنها لن تقبل باستيلاء إثيوبيا على جزء من الأراضي الصومالية كما أنها حركة الشباب يعني دعت الشعب الصومالي لحمل السلاح لمحاربة الإثيوبيين للدفاع عن بلادهم وربما تصاعد الحركة هجمتها الانتقامية في العمق الإثيوبي ده سهل جداً وتتمدد نحو الداخل في أرض الصومال المستقبلة كمان جيبوتي دولة مجاورة ومهمة جداً جداً بتشوف إنه هذا الاتفاق يضر بشكل كبير بمصالحها لأنها تعتمد في الأساس على التجارة الإثيوبية عبر موانيها دولة 2 مليار دولار بالنسبة لإثيوبيا كبار بالنسبة لجيبوتي كبار جداً ده غير إنها بتشوف ميناء بربرة منافس استراتيجي ليها أصلاً فما بالك لما ينمو ولكن بالنسبة لإثيوبيا بتعتبر إنه الاتفاق ده يعني توقنجاة توقنجاة من الأزمات الطحنة اللي موجودة عندها لدرجة إنها فشلت في سداد ديونها واللي كانت عبارة عن عوائد السندات بقيمة 33 مليون دولار كانت مستحقة في 11 ديسمبر اللي فات بجانب طبعاً المجاعة اللي موجودة في إقليم تجراي واللي رحضة حيطها لحد دلوقتي حوالي 400 شخص والحكومة المؤقتة في إقليم تجراي أعلنت في بيان لها عن رفع حالة التأهب القصوى لمواجهة تمدد خطر المجاعة في الإقليم وقالت إنه عندها معلومات موثقة بوافاة أكثر من 400 شخص بينهم 25 طفل خلال شهر ديسمبر اللي فات وده نتيجة للمجاعة في أربع مناطق داخل الإقليم البيان بيقول إنه ما يقارب نصف هذه الوفيات حدثة أو وقعة نتيجة لنعدام تام للغذاء والجزء الآخر نتيجة لسوء التغذية إقليم تجراي دعا الحكومة الفيدرالية في أدس أبابا والمجتمع الدولي إلى ضرورة إنقاذ حياة التجراويين اللي بيواجه مجاعة نتيجة للحرب الطحنة وطبعا الحكومة الإثيوبية الفيدرالية طلعت بيانها كمان ردا على بيان حكومة تجراي وقالت إنه التصريحات الصادرة من إدارة الإقليم مسياسة وبتعتمد على معلومات مضخمة بصورة كبيرة بما ينافي الواقع المعاش هناك ولكن أيا كان المعلومات المتوترة بتقول إنه تجراي وأمهرع وعفار أقاليم منكوبة نتيجة لقلة الغذاء والصراعات مع الحكومة المركزية وإنه سكان هذه الأقاليم تواجه بالفعل خطر الموت جوعا ده غير إنه مجموعة الأزمات الدولية قالت فيه توقعاتها السنوية للمناطق المعارضة لتصاعد الصراع في العالم إنه إثيوبيا واحدة من المناطق الحارجة المرشحة لإثارة القلق في عام عشرين وعشرين تقرير مجموعة الأزمات الدولية بيقول إنه على الرغم من توقيع اتفاق بريتوريا للسلام بين الحكومة المركزية في إثيوبيا وجبها التحريد تجراي في نوفمبر عشرين وعشرين لكن هناك مؤشرات واضحة على تجدد الاضطرابات مرة ثانية خصوصا في أقاليم أمهرة وأروميا وتجراي حسابات إثيوبيا في هذا الاتفاق مع سوماليا لاند مش بس ليه علاقة بالاقتصاد والديون والمجاعة والحرب في تجراي الموضوع ليه حسابات تانية حسابات توسعية ده لو تم يعني لإنه هيخلق لها وجود وربما نفوذ على البحر الأحمر وهيفتح ليها مجال للدخول في المعدة الإقليمية الأمنية في هذه المنطقة ده كلام في المنطقة الخطورة ده معناه دور إقليمي أكبر لإثيوبيا في القرن الأفريقي هذه الأفكار التوسعية تزيد من حالة الرفض لدول القرن الأفريقي لهذه الاتفاقية التي تفتح الباب لتكرار نموذج أرض الصومال وبتصعد النزاعات الانفصالية اللي ربما تدفع نحو المزيد من التفتت وتؤدي إلى تفاقم التدهور الأمن في هذا الإقليم خصوصا وإنه فيه تجربتين لده في نفس المنطقة هما إريتريا اللي استقلت عن إثيوبيا سنة 1993 وهم الاثنين إريتريا وإثيوبيا دخلوا في نزاعات عديدة بعد كده في مثال آخر هو جنوب السودان اللي استقل عن السودان في عام 2011 وما حدث بعد ذلك من تدعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية علشان كده طبيعي أن الدول منطقة شرق أفريقيا كلها بقى بالكامل تتحفظ على منح الاعتراف الدولي لإقليم أرض الصومال وطبيعي أنها ترفض الاتفاق المبدئي اللي وقعته إثيوبيا مع هذا الإقليم واللي بيشكل فصل جديد في سلسلة الأزمات الإقليمية المعقدة التي تشهدها هذه المنطقة على واجه التحديد على مدار السنوات الماضية وبالتأكيد هذه الاتفاقية لها أبعاد دولية مش بس إقليمية يعني في اعتقادي أنه رغم صدور بيان عن الولايات المتحدة بيرفض هذا الاتفاق وبيؤكد على سيادة الصومال على كل أراضيه خلي بالك أنه هذا الاتفاق مش ممكن يمر دون موافقة أمريكية أو على الأقل بدوء أخضر أمريكي لأنه واشنطن تمثل أهم اللاعبين في هذا المنطقة وتمتلك أكبر قاعدة عسكرية في جيبوتي ولن يكون لإثيوبيا قاعدة بحرية في أرض الصومال المجاورة لا يمكن فصل هذا الاتفاق المبدئي عن التطورات في منطقة باب المندب وإعادة تشكيل منطقة القرن الأفريقي بحيث يتماشى مع المصالح الأمريكية مستقبلا والحد من أي نفوذ روسي أو صيني أو كلايهما في المنطقة وأنا هنا عايز أقول لك معلومة بين قسين وهي أنه في أصلا توترات بين أرض الصومال والصين نتيجة لأنه أرض الصومال دي اعترفت بتايوان ده غير أنه اتفاق زي ده هيضر جدا بالمصالح الصينية اللي بتعتبر مشتثم رئيسي في مجال المواني البحرية والبناء التحتية في المنطقة وده هيفتح باب واسع لتعاقيد المشهد الإقليمي خلال الفترة المقبلة مشهد العالمي كمان في ضوء تضارب المصالح الدولية نتيجة لهذا الاتفاق هو لسه ما زال اتفاق مبدئي وما زال مذكرة التفاهم ربما تظل حبيسة كما هو حال إثيوبيا دولة حبيسة